على الرغم من تضييق الخناق الذي يتعرض له تنظيم داعش في سوريا في الآوينة الأخيرة إلا أنه لا يزال يشن ضربات هجومية في أكثر من موضع حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بأن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن الداخلي الكردي الأسايش وعناصر من تنظيم داعش وذلك إثر هجوم الأخير على مركز لهذه القوات في مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا ما أدى إلى مقتل عنصر منها بالإضافة إلى مقتل ثلاثة عناصر من داعش أما في محافظة حلب فقد سيطرت تنظيم داعش على قريتين دلحة وحرجلة في الريف الشمالي للمدينة وذلك بعد اشتباكات مع الكتائب المقاتلة التي كانت قد سيطرت على القريتين أواخر الشهر الفائت وفقا للمرصد إلى الجنوب حيث أفادت وكالة الأنباء باستعادة القوات النظامية السيطرة على اللواء 82 القريب من بلدة الشيخ مسكين في حين نقلت وكالة رويترز عن الجيش السوري قوله إن قواته دخلت بلدة الشيخ مسكين في محافظة درعة وذلك بعد هجوم وصفته المعارضة بأنه مدعوم بغطاء جوي كثيف من قبل الطيران الروسي وقد أضافت رويترز أن القوات النظامية وصلت إلى ساحة الشيخ مسكين وفرضت سيطرتها على الأحياء الشرقية والشمالية للبلدة من جانب آخر أكد مصدر للمعارضة أن القوات النظامية دخلت إلى ضواحي البلدة موضحا أن قتالا عنيفا لا يزال مستمرا بين القوات النظامية والفصائل المقاتلة وفقا لرويترز جدير بالذكر أن بلدة الشيخ مسكين تقع على أحد خطوط الإمداد الرئيسية التي تصل العاصمة دمشق بمحافظة درعة بالقرب من المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن أما في دمشق فقد وصل ثلاثمائة شخصا من القوات النظامية والمدنيين الذين كانوا محاصرين في قريتي الفوع وكفرايا في إدلب في إطار صفقة أشرفت عليها الأمم المتحدة أعطت أيضا مقاتلين معارضة للمحاصرين في الزبداني ممرا آمنا إلى بيروت ومن ثم إلى تركيا حسب ما نقلت رويترز والحمد لله وصلنا بأمان واطمئنا والحمد لله شفناكم بخير وإن شاء الله ضربوا هذا الوطن بخير يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن حصيلة جديدة أوضح فيها أن أكثر من 2300 شخصا ثلثهم من المدنيين قتلوا جراء الغارات التي تشنها روسيا في سوريا منذ ثلاثة أشهر